عنوان صعب، صعب أقول هالعنوان The begging, bunging, bunging The beg كهاني آب بناري بوس، یہاں پر كشتو ہے السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم حمد سيفر يامي شت فيلم هندي جديد للبطلة كارينا كاپور والمخرج هانسل مهتا اسمها The Banging Ham Murders يعني جرائم القتل في مدينة بنجنغ هام اللي موجودة طبعا في المملكة المتحدة في بريطانيا أولا فكرة العمل تتكلم عن جريمة قتل حدثت هناك وفي المباحث موجودة كارينا كاپور ومعاها أيضا عوانها يحاولون يدورون أو يحاولون يحلون هالطلاسم الجريمة القتل اللي صارت في هذه المدينة والقتل يكون لطفل مراهق عمرات غريمة ما بين 15-16 سنة ومن بعدها تتوالي الأحداث بحيث تكون الخيوط يعني مبعثرة نوعا ما وفيه قصة لكارينا كاپور قصة مأساوية وأيضا في نفس الوقت هي تشتغل في المباحث وبنفس الوقت هناك في نقدر تقول يعني تدخل بعض الأمور السياسية سواء كان ما بين الهند وما بين باكستان لأن هناك الهنود وباكستانية أيضا موجودين في المملكة المتحدة ويتعايشون مع بعض وهذا التعايش كيف قاعد يصير يبيورونا عن طريق هذا الفيلم للمشاهد الهندي اللي موجود في الهند طبعا الفيلم في نهاية الأمر هو فيلم غموض والغموض في نهاية الفيلم قد يصدمك إذا كنت متتبع للفيلم بداية لإنهاية وقد لا يصدمك إذا أنت كنت مليت من أول عشرين دقيقة أو ثلاثين دقيقة من الفيلم وطلعت من خارج السينما وإنت قاعد تقول يا أخي شو هالفيلم قاعد تشوفه ممكن هذا الشي يصير أعلموا أتكلم معاكم عن رؤيتي الخاصة في هذا الفيلم شو شفت فيه بصراحة ما شفت فيه مخرج هانس المهتا هانس المهتا اللي تعوت عليه في فيلم شاهد وتعوت عليه فيلم أمريتا تعوت عليه في أمريتا تعبت عليه على بعض المسلسلات الجميلة مثل مسلسلة اللي هو سكاندلز ما حسيت أن هذا هو نفس المخرج اللي عمل هذا العمل كيف يا أخي مخرج يعمل عمال مثل هذه تشوف له في هذا الفيلم جنة عادي يعني ما كأنه فيه إخراج ممكن يكون فيه شوية لمسات موجودة لكن ما عرف شو اللي يخرب عليه هل البيئة نفسها بيئة بريطانيا المملكة المتحدة خربت على الفيلم لنصراحة التعايش هناك أنا عشت في المملكة المتحدة فترة من الزمن وكنت أشتغل هناك وكنت وحداني فالوحدة مع عيشتك في بريطانيا تحس أنك مسجون فالأماكن هناك أماكن يعني ما عرف يصورون في بريطانيا دائما يصورون في أماكن تحس أنها أماكن عادية جدا أماكن مشق ما تصلح للتصوير وتحس أن العيشة هناك مملة الملل موجود في المدينة نفسها الملل موجود أيضا في المملكة المتحدة فالذلك تحس الملل هذا تم انعكاس على هذا الفيلم أيضا الفيلم في مراحل كثيرة ممل جدا ممل جدا لدرجة أنه ما تقدر تتابع حتى المثلين اللي عندي مثلوا فيه إلا كارينا كابور كارينا كابور كان أداها جيد في هذا العمل هي الوحيدة اللي تقدر تشوف الفيلم عشان خاطرها لكن البقية لم يكن لهم أداء الذي يعني يشفع لهذا الفيلم هو السيناريو السيناريو مكتوب بشكل جيد ومكتوب بشكل يعني معا ما ممل للبعض المشاهد لكن بالنسبة لنا نحن عشان نحب نشوفها النوعية من الأفلام كيف يتم صياغتها أمام الشاشة تقدر تفهم شو هو السيناريو فالسيناريو أنا فهمته أنه مكتوب بشكل جيد عساس أنه يخلي المشاهد يعني يفكر في الحياة الاجتماعية اللي هناك موجودة لكن نروح في الناحية الثانية شو دخل النود تحس الهندي اللي موجود في الهند تحس الفيلم هذا مش قريب له لو هذه الجريمة سايرة في الهند أوكي لكن الجريمة سايرة في بريطانيا فتحس أنه مش قريب له وأنا أعذرهم على هذا الشيء لكن إذا شافوه من ناحية أخرى أن هذا النوعية من الفيلم أو هذا الفيلم نفسه ما كان يعني ممكن يسير إذا سووه في الهند القصة نفسها ما كان ممكن يسير يسوه في الهند لأن القصة تتكلم عن تعايش الهنود الباكستاني مع بعض ففي الهند ما فيه تعايش الهنود الباكستاني ممكن يسوونها في الإمارات في دبي يسوونها في الدولة خليجية فيها تعايش الهنود الباكستانيين ممكن كان يطلع أفضل نوع ما من بريطانيا أنا برأي شخصي ممكن يطلع فيها جرأة أكثر لكن خوفا من الخطوط الحمراء لذلك قالوا خلينا نصوره في المملكة المتحدة الجيد في هذا الفيلم بالنسبة لي هي النهاية اللي فيها صدمة يعني ممكن أي واحد يكون فهلوي ويقول أنا عارف عارف شو رح يصير في النهاية وعارف شو رح يصير الحين لا في النهاية تفهم أنا متأكد وقد أجزم من 99.9% ما رح يعرفون شو رح يكون في النهاية فهذه الصدمة ساعدت على ارتفاع رتم هذا الفيلم الفيلم جيد ومقبول بالنسبة لي وأنا لن يعني أظلمه لأن أداء كرينا كان جيد وأيضا هنسل مهتكا مخرج هو يعني يحاول يسوي أشياء مختلفة للسينما الهندية فما رح أظلم هذا الفيلم وبعطيه ثلاثة من خمسة يستحق ممكن كان يكون ثلاثة من خمسة لكن ثلاثة من خمسة يستحق هذا الفيلم شوف هذا الفيلم إذا تبقى تشوفه موجود حاليا في السينما وممكن بعيبين عرضوا على النتفلكس قريبا جدا لأنه لا أعتقد رح يعمر في دور العرض ولا رح أعتقد ينجح نجاح جيد في البوكسوفيس والإرادات شكرا جزيلا على المشاهدة ونشوفكم على خير إن شاء الله في أوقات أخرى في أفلام الثاني السلام عليكم وبركاته